السلام عليكم الاتحاد السكندري يكتفي بالتعادل واحد واحد مع الاسماعيلية بالدوري تعادل الاتحاد السكندري مع الاسماعيلية بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين على استاد برج العربي ضمن منافسات الجولة التسعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري بهذا التعادل وصل الاتحاد الى النقطة تسعة وعشرين في المركز الرابع بينما وصل الاسماعيلية للنقطة تسعة عشر في المركز الثالث عشر تقدم بواتينج للاتحاد السكندري في الدقيقة واحد وعشرين من عمر المباراة ثم تعادل محمد بيومي للاسماعيلية في الدقيقة تسعة وثلاثين واستمرت هذه النتيجة حتى نهاية المباراة وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي حراسة المرمى المهدي سليمان الدفاع هشام صلاح اسلام ابو سليمة ومصطفى ابراهيم وكريم الدي بالوسط ناصر ناصر وعمر الوحش وعمر صالح الهجوم مابورورو وبنجامين بواتينج وأحمد عادل الميسي وتواجد على دكاب دلاء الاتحاد كل من عمر صلاح ومحمود شبان وصيف تقاوى شريف رضا ومويروس أوليفو وبلال السيد عبد الغني محمد وأحمد عيدي ومكالي أوبامي وجاء تشكيل الاسماعيلية كالتالي حراسة المرمى أحمد عادل عبد المنعم الدفاع محمد بيومي محمد نصر محمد سوقي حمدي النقاز الوسط حاتم سكر هشام محمد 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 مخلوف الحرحمن مجدي الهجوم أحمد الشيخ نادر فرج وها هنا قد وصلنا إلى نهاية الفيديو أرجو أن يكون قد نال إعجابكم